مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هيا بنا لنستمع إلى قصتنا لليوم قصتنا بعنوان أمي لا تحب القطط في يوم من الأيام كان الجو باردان وكان المطر ينزل رذاذان فتح سالم بظلته ومشى تحت المطر بانتباه على حافة الطريق وكان يبحث عن أماكن آمنة لا يوجد فيها ماء حتى يضع قدميه فبرك الماء الصغيرة كانت منتشرة في كل مكان وفجأة سمع صوتا لم يستطع أن يعرف من أين مصدره في البداية نظر يمينا ويسارا وقع نظره على قط صغير جدا نحيل ونحيف كان هذا القط يرتعش من البرد ولا يستطيع أن يمشي جيدا كان يعرج في مشيه ويموء مواء يبعث على الشفق كان وحيدا تائها ينظر هنا وهناك لا يعرف أين سيذهب وكأنه يستعطف من يمر بجانبه حتى يساعده أشفق سالم على القط المتشرد وماذا فعل؟ مد يده إليه ورفعه إليه وأخذ يلعب بشعره ماذا فعل القط؟ هل هرب؟ لا استسلم القط لسالم وتركه يلعب بشعره وكأنه يأنس به فأخذ سالم هذا القط بين يديه ومشى نحو المنزل وعندما وصل إلى المنزل طرق الباب طرقا خفيفا وهو يقول أمي أمي افتحي الباب حتى تري ماذا أحضرت معي ولكن عندما فتحت الأم الباب رجعت إلى الوراء خائفة مزعورة وهي تقول ألا تعرف أني لا أحب القطة؟ ألا معنمك أن القطة السائبة خطر على صحة الإنسان؟ فقال لها سالم لكنه قط صغير يا أمي قالت له أمه بحزم المرض يأتي من الحيوان الصغير والكبير على حد سواء هيا ألقي هذا الحيوان القذر قبل أن ينقل إليك مرضا خطيرا فقال سالم مستعطفان ولكنه قط مكسور لا يستطيع أن يمشي سيقع في أيدي أطفال صغار لا يرحمونه دعيني أعالجه وعندما يدعالج سأطلق سراحه حتى يشفى فكرت الأم قليلا ثم قالت أنا موافقة إذا كان الأمر كذلك لا يعقل أن تترك حيوانا جريحا دون مساعدة خذه الآن إلى البيطري سيلقعه ويعالج جراحه ثم عد به وأعد له مكانا تضعه فيه حتى يشفى مرت أيام وسالم يعدني بقطه نونو عناية فائقة فتحسنت صحته والتأم جرحه لكن قلق سالم كان يزداد يوما بعد يوم فقد وعد أمه بإخلاء سبيل الحيوان عندما يشفى لاحظ سالم أن أمه تهتم به بازدياد ففكر طويلا ثم قال لقد استعاد القط عفيته يا أمي وأصبح قادرا على حماية نفسه اليوم سوف أحمله إلى الحديقة وأضعه فيها وأطلقه فقالت له أمه ولكن نعتدنا على هذا القط إنه لطيف وأخاف إن أطلقته أن يتشرد من جديد رد سالمه ويخي فرحه ولكن القطة خطيرة يا أمي على صحة الإنسان أليس كذلك؟ فطنت الأم إلى مكره وتعريضه فقالت له هي خطيرة إذا أهملنا رعايتها وتلقيحها ونون نظيف وملقح فلا خوف منه لذلك لن نطلقه وسنتركه يعيش معنا في بيتنا فقد اعتدنا عليه وأصبحنا نحبه ويحبنا هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ انتظروني لنستمع إلى قصة أخرى مع سلامة